ده من الكلام مستر كولر يرفض محمد الشنوي محمد الشنوي الكيمة وقامة كبيرة جدا يا جماعة عشان برضو نتكلم في الجزئية دي حارس مارما منتخب مصر والنادي القالي وليه تاريخ كبير جدا انا واحد من الناس مش عاجبني بالامان في الماتشاط الاخيرة الكرة اللي بتتشاط بتخش في الشنوي ده ماينفعش يا جماعة في حارس يعني ايه ممكن في حارس ناشئ يتقلع لي كده اما الشنوي بقيمته وباسمه وبمهاراته اللي ايه مهارات الحارس المارما اللي هو الصح وبتركيزه ماينفعش تخش في الاهداف دي يبقى دلوقتي اي حد بيشوت عليه تخش جون في الماتش اخر اربع متشاط اربع تزديدات باربع اهداف حتى الهدف بتاع مبارح بتاع مودرن مش بالقوة يعني مش اللي هو بتزديدة مثلا بتاعت امام عشور مثلا تزديدة مثلا زيزو او الناس اللي ايه مميزة في التزديدات تزديدة مش قوية ضعيفة جدا مش بالقوة يعني حتى هو تحس ان هو سرحان تحس ان هو مش مركز تحس ان هو مش في الحالة بتاعته محارس المارما دا مركز مفيش كرة تخش فيه مش بالقوة دي ما تخشش في الشنوة جماعا بعيب يعني والله لو في ناشا هنقول مثلا دا لسه الولد صغير ومضغوط وخايف هل دا مستوى الشنوة دي كارسة صعب جدا لان ما ينفعش ان الشنوة يظهر بكل كرة تيجي قراراته غلط خروجه غلط التزديدات حتى اللي بتروح عليه بتخش جون متردد في القرارات بتاعته حتى في الانفرادات في مباراة بيرامدز طالع غلط الماتش مبارح تزديدة ضعيفة جدا تخش فيه بالشكل دا مش ممكن دي قرارات الشنوة في الفترة الاخيرة غلط انا واحد من الناس هقولها وهفضل اقولها وده وجهة نظر وانا مستمرة عليها ودي مش بتقلل من الشنوة على فكرة لان هو اسمك بي انا واحد من الناس كنت لو انا مدير فني انا هخلي المصطفى شو بيه هتقولي يا جماعة دا الحارس وبيحصل برا لا انا بكلمكو على الحالة بتاعت اللعب المصري فيه لعيب مصري ممكن يبتعد او حارس مارما يبتعد فترة كبيرة جدا على ما يرجع ويتاكلم بياخد له وقت غير لما انا عارف ان الحارس دا متواجد متواجد باستمرارية وظاهر بشكل كويس وخد ثقة وخد ثقة الملعب وخد ثقة الجمهور وحافظ ان هو عايز يزبط وجوده هل الحافظ ما بقاش عند الشنوة وبرده اكيد النادي الاهلي عايز يكسب وجمهور اللي بيشجع دا عايز يكسب ما انت ممكن بسبب عدم تركيز بسبب عدم التركيز دا انت ممكن تضيع مجود فرق مجود زمائلك مجود جهاز فني مجود جماهير انت الدعم حقك ان انت الدعم طبعا بس هل انا هقعدها تاني في الموضوع دا لو مصطفى شبير في الاربع ماتشات دول كان حصل مع الشنوة هل كانت الناس هتنتظر عليه سؤالة هوا يعني بالعادل كده او ان عايز الناس ترد علي كجمهور لو مصطفى شبير مر بنفس الظروف اللي الشنوة مر بيها في الاربع ماتشات هل كانت الجمهور هيقبل عليه ولا كان هيستنى عليه ولا كان هيقولك لأ خلي الشنوة يلعب كان هيتقل لك اول حاجة لأ مصطفى شبير يقعد والشنوة يرجع فده يا جماعة ده العدل بتاع كورة انا بتكلم ككورة ولا انا عشتها ما ينفعش ان انا بقى متقلق ومكسر الدنيا واجي في ثانية او مقاعد يعني بص يا جماعة كورة ضعيفة جدا والله ده بص واقف ما ما تحركش يعني التراي بتاعه بطيق جدا يعني بصوا بصوا التراي حتى ما فردش ايده 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 غادسة لتحت المفروض طبيعي حارس المرمى بيفرد الايد بتاعته وبيروح بالسرعة وهي فعلا ضعيفة الناس كلها هات الفيديو تاني جماعة شوفوا قوة الكورة رايحة ازاي هو ورد فعله اضعف يعني ورد الفعل بتاعه بطيق فبصراحة جول ما يخشش ما يخشش في حارس المرمى غير لو حارس المرمى ناشئ لسه صاعد يعني برضو اكيد الدفاع برضو يتحمل يعني بصراحة يعني اللعيب رايح في وسط خمسة ستة عمالي عد منهم وده بيعتمد على ده ونص الملعب بيعتمد على المدافعين ورمي ربيعة بتحيس ان هو بيعتمد على على عبد المنعم وبيعتمد على اكرم ده ما ينفعش يحصل في دفاع النادي الاهلي ولا يحصل حتى في نص الملعب الاهلي كان ممكن بسبب هزيمة زي كده تبعدك عن عن المنافسة في الدوري برضو يعني ده من وجهة نظري حدك تتفت اختلف انا بتكلم من وجهة نظري ان مصطفى شبير كان احق ان هو يستمر في حراسة مرمى النادي الاهلي على المستوى اللي احنا شفنا ده مصطفى شبير لازم يرجع يبقى حارس مرمى النادي الاهلي مع احترامي للكل يعني